اشتركوا في القناة يتمعون في البحرين في الملتقى الخليجي الحادي عشر للجمعيات وروابط الاجتماعيين بدول مجلس التعاون الخليجي والذي يسلط الضواء على ظاهرة العنف الأسري وأبعاده وآثاره السلبية على المجتمع والطرق المثلى في مواجهة العنف الباحثين الاجتماعيين في دول مجلس التعاون من خلال هذه الجمعيات والروابط يلعبون دور أساسي في خدمة المجتمع ودراسة الظواهر ودراسة المشكلات الاجتماعية واليوم يخصصون وقتهم وجهدهم لدراسة موضوع العنف الأسري في المجتمعات الخليجية أمر مفيد جدا ومساعد جدا للجهود الرسمية أن تكون هناك دراسات متعمقة لمختلف الظواهر الاجتماعية لخدمة المواطنين وخدمة الدول التركيز سيتم على حوالي كيفية الإبلاغ عن مثل هذه الظاهرة من داخل الأسرة لأن هناك داخل الأسرة لا يتم الإبلاغ عن هذه الإساءة ونتمنى إن شاء الله من جميع التفهم والجهود التوعوية التي ستقوم بها الدول في هذا المجال إن شاء الله ستؤتي ثمارها ونتمنى إن شاء الله أيضا من المشاركين أن ينقلوا هذه التجارب إلى بلدانهم وتكون إن شاء الله الأمور طيبة يعني الهدف منها الملتقى الخروج بأليات تساعد للتصدي لظاهرة العنف الأسري في دول مجلس التعاون والتعرف على عدد حالات العنف الأسري الموجودة في دول مجلس التعاون وكيفية التنسيق بين الجهات الحكومية والجهات الخاصة والأهلية في التصدي لهذه الظاهرة خمسة محاورة رئيسية سيبحثها المشاركون تتحلق بالجوانب المؤثرة في المجتمع ودور المؤسسات العاملة في هذا المجال بالإضافة إلى التشريعات اللازمة للتصدي لهذه الظاهرة رح نتصدى إلى ظاهرة العنف الأسري ومحاولة إيجاد الحلول وسوف نتناول هذا المشكلة في ثلاث محاور محور تربوي ومحور إعلامي ومحور تشريعي وسوف نسلط الدور أيضا على دور الباحث الاجتماعي والدور المهني في مواجهة هذا الأمر ودور مؤسسات المجتمع المدني من جمعيات أهلية ومنظمات تخدمنا في حل هذه القضية والمساعدة وتقديم الدعم للأسر المتضررة مثلا للدراسة التي عملتها في البحث المسح الأدبي حول مفهوم الأسر وجدت أن هناك إشكالية أساسية في تحديد هذا المفهوم وهذه الإشكالية انعكست على الممارسات السلوكية داخل البيئة الأسرية فما هو مصنف أنه عنف أسري وما غير مصنف أنه عنف أسري هذا يعوق كثيرا متابعة حالة العنف وأيضا معالجة هذه الحالات أيضا في إشكالية متعلقة بلازلنا نعاني من مشكة التي غير داعمة لمواجهة العنف الأسري حيث لا زالت هناك عدم موضوع في الإجراءات والأنظمة التي تساعد على وصول المعنفة أو المعنف إلى الجهات المختصة بحيث يتم معالجة المشكلة المشكلة الضحية وتوفير متطلبات الأساسية لمواجهة حالة العنف التوصيات التي سيخرج بها المشارك هنا في ختام الملتقى ستركز على عدد من النقاط الأساسية المتمثلة في الجانب التربوي والتشريعي والإعلامي بالإضافة إلى دور المؤسسات المجتمعية على حاملات في مجال العنف الأسري ملتقى خليجي يجمع نخبة من الاجتماعي ليبحث على مدار ثلاثة أيام في ورش عمل متخصصة الطرق المثلة للتصدي لظاهرة العنف الأسري وسبل الوقاية لتقليل حجمه خول اللي جرينيز لمركز الأخبار تلفزيون البحرين